كل اللي شافك النهاردة معجب قوي بشعرك يا وبعد كل يوم غادة عاملة فورمة شعر وبرانيت غاوية الحاجات زي غاوية الحاجات الغريبة عم مترقعة كل شوية برضو بس انك كنت رايح اعمل حاجبي اعمل هنا بس داي يحددك فقط مهو لا قال لي بقى اني لازم مقعد 15 يوم في البيت مفيش شمس مفيش خروج مفيش تلوث مش عارف حاجات كتير قوي اني هو نازم مقعد شهر ونص ولا ميك بولا اي حاجة فولتو بوس استناني انا الشتاء اللي جاي حاجيلك اعملوا بيشار ونصف البيت انا شايفة برضو كمان عاملة كزا حلق 75 حلق انت بتعود تفكري في الحاجات دي بس افريدي جالك دور واحدة يعني فلاحة واحدة غلبانة ما عندهاش الحاجات دي اه لا حم سهل يعني مش هما مش ما بيبانش الخروم اللي جوه دي لا 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 وقليلي انت مفكرة قبل ما تيجي كان في تسريحات الشعر وفي الحاجات دي ولا تلعت معاكي كده ولا كوافرة اللي اختارتي لا اعم انا بارف قليلي بيليه عليا يعني في كان كان كنت لناس ما استغربة ان انا رفع شعري قوي انا كنت حاسة اننا لازم شوية بقى داخلة شكلي عام من زي المودرز يعني شكلي غريب مش الطبيعي مش الليس والشنيون والحاجات التاني يوم حسيت اننا لازم شكلي بقى غير الاولاني كان ماكياج وصوري وعريان وحركاته بتا قلت لازم اطلع كاجول قوي وستايل شوية اللبس يبقى مدي على زي زي الهند كده فالبس مع الضفائر النهاردة حسيت ان لازم يكون يوم تردت خالص يوم شاوا يوم شاوا بقى بس بورنت مبرح انا مسورها برضو عجباني قوي فصديق وليلي دي نبتاها من هنا من هنا بتحب انت الحاجات الجريبة بتدوري عليها بتلاقيكي زي الاضحار بتدور عليها وبينزل بيها في مصر عادي كل الناس تستغربني وعداخلق عاد قول ما ميفرش معايا لاني لابسة مثلا الشابو ده ولابسة مثلا من تحت جينس غدا يمكن كل مرة الناس بتشوفك بشكل وبتتغيري دايما على الشاشة حتى الناس قالت ان بعد الحج بتولي عملت عمليات تجميل عملت مناخيري دي حقيقة يعني انت حابة ده ان انت تغيري في ملامح وشك مع ملامح الشخصية ده بيفيد الفنان اه طبعا جدا اني ما يحطوش في مكان معين بوسي انا حاولت اغير انا كنت عايزة اشيل دي مسلا الدكتور قال لي نون وي قال دي لابل شاد حتسيب غرزة هنا في وشك بحي تبقى علامة فانا خفت جدا فسبتها اه عملت مناخيري اللي ان كان عندي ديفو فيها جميل جدا كده اه ماليت شافاي في السنة بسيطة بس اه جعت بقى كيه ما اقتنعتش بيها خالص حسنها كبيرة قوي علي على على ملامحي فما كررتهاش تاني خسيتي بقى كيه لا خسيتي دي دا دا ايتباع كل الحاجات هم بيعادي يقولوا شفت واشعر في ايه و ايه و ايه و كل كانت بيجيبش نتيجة سازك الجسمك رفادي بسه وكا واخبار ديه على كده انا فيه ناس كتير كده عامت العمليات بيرجت شيء بس جرأ منك انك تقولي انا عملت مناخيري وانا عملت شفايفي شوية انت واضحة قوي كده في حياتك يا فدو ما بيهمكيش وعايز اقول ان ده برضو مهم جدا للفنان انه يغير يعني ده مش من نوع التجميل علشان يبقى شكله حلو ولكن عشان يقدر يعمل ليه حيث يوم من ايام برضو حكبر في السن حيبقى عندي كسفات وعندي حاجات اه حروح اعملها اشتركوا في القناة عشان نسلحك عليها لا مش حاجب لها ده لا حاجب لها سوفنير الشبه وشها تتاني عليها اه اموسي 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 عندي احساس جامت انك بعشتش تفورتك انا؟ انا عشتها كنت شئية جدا لا مدياني احساس ان انت باللي بتعمليه ان انت وانت صغيرة ما عشتيش السن ده بالعكس عشتوا اه وعشان كلا حد وتس عايش عارفة انت بتحبيش تخرجي منه لانه احلى حاجة عشتها في حياتك اشتركوا في القناة